أهلا بك هل تحتاج تطوير لغتك الإنجليزية المحادثة القراءة الكتابة والاستماع والفهم عندك مشكلة في صعوبة في الفهم إذا كانت هذه مشكلتك خلينا نبدأ الآن فورا في تعلم اللغة الإنجليزية من خلال هذه الحلقة المميزة من اللغة الإنجليزية من خلال الأفلام القصيرة عندنا مقطع من محاضرة الإنجليزية مهمة جدا فيها معلومات ثقافية هدفنا من عدها هو أن نتعلم المحادثة الإنجليزية بشكل بسيط وسهل تطوير اللفظ الإنجليزي سوف تطور لغتك الإنجليزية اللفظ بشكل جيد وأيضا الفهم عندما تستمع سوف تفهم بشكل كبير جدا سوف نزيد من المعلومات الثقافية العامة سوف نحفظ أهم المصطلحات الأكاديمية وأهم شيء زيادة الثقة بالنفس وتطور باللغة الإنجليزية بشكل مستمر لهذا السبب نحتاج إلى طريقة فعالة مميزة تدعمنا وتخلينا نحقق هدفنا أن نحفظ 100% من هذه المعلومات بهذه الحلقة وهي طريقة الحفظ بالجمل باستخدام الكراس والقلم أيضا راح نسوي استماع أولا نستمع المقطع دقيقة واحدة فقط ثم نشرح جملة جملة نأخذ أهم الكلمات وأيضا معانيها وثم نقرأ سويا أنا وأنت النص كامل حتى نتقن اللفظ الصحيح ونتعلم عندما يتكلم أحد معنا نعرف كيفه نفهم ونحادث ونحاور بشكل صحيح سوف نحفظ كما قلنا أهم المصطلحات وبالأخير راح نسوي اختبار مهم جدا لازم تسوي هذا الاختبار حتى توصل للنتيجة المطلوبة هي أنه أنت تحفظ من أول مرة جيد هدفنا نخلص على الحلقة في 10 دقاق الوقت ثمين جدا لذا ركز جيدا معي من الآن أول خطوة تسويها اضغط على لايك واشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس السابقة وأيضا الدروس القادمة شارك هذه الحلقة أيضا لجميع أصدقائك حتى تعمل فؤادة لأنه هدفنا هو نشر العلم مجانا للجميع خلينا الآن نستمع أنا وأنت إلى هذا المقطع في دقيقة واحدة ركز الآن ثانيا Today I am going to talk about work and the question I want to ask and answer is this why do we work ? why do we drag ourselves out of bed? every morning, instead of living our lives just filled with bouncing from one ted-like adventure to another You may be asking yourselves that very question I know we must have to make a living but en turnover eer ج!. that's the answer to the question why we work folks this room the work that we do is challenging, its engaging its stimulating its meaningful, and if we're lucky it might even be important so we wouldn't work if we didn't get paid however that's not why we do what we do and in general I think we think that material rewards are a pretty bad reason لفعل العمل الذي نفعله. عندما نقول من شخصاً أنه فيه لنا لن نفعله فقط. سوف نشاهد هذا المقطع في نهاية الحلقة وسوف أثبت لك كيف أنك ستفهم كل كلمة موجودة في هذا المقطع. إذن خلينا نبدأ. إذن موضوع يتحدث عن لماذا نعمل؟ اقرأ معي لماذا نعمل؟ لماذا نعمل؟ هذه أهم الكلمات التي مرت علينا في هذا المقطع. سنقرأها سوياً ونشرحها بالتفصيل بعد قليل. مليء إقرأ معي محظوظ الناس فولكس الناس ريزن سبب ريزن اقرأ معي ريزن محفز مينغفل ذو معنى ذو مغزة مينغفل مغامرة 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 في شكل عام مغامرة 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 ممتاز خلينا الآن نروح إلى الجمل ونشرحها بالتفصيل بشكل بسيط وسهل بحيث بناءة الحلقة رح تتمكن من فهم هذا المقطع بالكامل بالكامل من الأول إلى الأخير لكن ركز جيدا معي من الآن الجملة الأولى اللي قالها سأتحدث اليوم عن العمل والسؤال الذي أريد طرحه والإجابة وأجيب عليه هو هذا سوف يأتينا السؤال جيد خلنا نقرأ سويا أنا وأنت الجملة هذه قبل ما ننتقل إلى بعدها نقرأ مرة أخيرة جيد سأتحدث اليوم عن العمل والسؤال الذي أريد طرحه والإجابة عليه هو ها تعرفها قرأناها بالبداية لماذا نعمل؟ لماذا نجر أنفسنا من السرير كل صباح؟ لماذا نجر أنفسنا من السرير كل صباح؟ Why do we work؟ Why do we drag ourselves out of bed every morning؟ جيد خلنا نروح للجملة الثالثة في هذه الصفحة جيد خلي أقرأ لكم القبلها وننتقل بعدها حتى يكون المعنى مترابط لماذا نعمل؟ لماذا نعمل؟ Why do we drag ourselves out of bed every morning instead of living instead بدلا من instead بدلا من of living our lives of living our lives بأن نعيش حياتنا just filled مليئة فقط مليئة just filled with bouncing from one ted-like adventure to another جيد بدلا من أن نعيش حياتنا مليئة بالقفز من مغامرة شبيهة بتاد تولك اللي هو البرنامج تاد شبيهة بتاد إلى مغامرة أخرى أو إلى أخرى هنا يقول أخرى يعني مغامرة أخرى خلنا نقرأ الجملة أنا وأنت الآن instead بدلا من instead of living our lives بدلا من أن عيش حياتنا just filled with bouncing from القفز from one ted-like adventure adventure مغامرة to another to another from one ted-like adventure هنا مغامرة شبيهة بالتد to another نقرأ الآن instead of living our life just filled with bouncing from one ted-like adventure to another ممتاز قرأنا هذه الجمل فهمناها بعد عدنا فقط صفحتين رح ناخذهن ونشرحهم بالتفصيل وبالأخير راح نحاقق هدفنا أنه نحفظ ونفهم جميع الكلمات والجمل اللي قالها نروح لصفحة بعدها جملة الأولى you may be asking ourselves you may be asking yourselves that very question فتسألون أنفسكم هذا السؤال بالذات you may be asking ourselves that very question you may be asking yourselves that very question now I know الآن أنا أعلم of course بالطبع we have to make a living make a living كما أمرت علينا بالكلمات قبل قليل make a living أعلم بالطبع I know of course أعلم بالطبع أن علينا كسب لقمة العيش we have to make a living we have to make a living يجب علينا كسب لقمة العيش we have to make a living خلينا نقرأ الجملة أنا وأنت الآن سويا ركز جيدا you may be asking yourselves that very question now I know of course we have to make a living نروح لجملة البعادها but nobody in this room thinks that that is the answer to the question why do we work لكن لا أحد في هذه الغرفة يعتقد أن هذا الجواب على السؤال لماذا نعيش يعني كسب لقمة العيش ليس هو الجواب المناسب على السؤال لماذا نعيش نقرأ هذه الجملة ونتعلم الكلمات الجديدة but nobody in this room ولكن لا شخص لا أحد in this room في هذه الغرفة thinks يعتقد that thinks that that is the answer أن هذه الإجابة to the question على السؤال why do we work لماذا نعمل خل نروح لوراها لأن هذه الجملة كانت بسيطة for folks in this room بالنسبة للأشخاص في هذه الغرفة for folks in this room for folks in this room for folks in this room the work we do the work we do is challenging the work we do العمل الذي نقوم به is challenging challenging يمثل تحدياً challenging يمثل تحدياً it's engaging it's engaging يشعرنا بالمشاركة جيد يمثل لنا مشاركة مشاركة في العمل مع الشيء أو مع الأشخاص it's stimulating كما أمرت علينا محفز it's meaningful بالنسبة للأشخاص في هذه الغرفة فأن العمل الذي نقوم به يمثل تحدياً أو مشاركة محفز وذو مغزة ذو معنى نقرأ الجملة سوينا أنا وأنت الآن for folks in this room the work we do is challenging it's engaging it's stimulating it's stimulating it's meaningful أحفظ بالتركيز معي وتكرار العبارات عدة مرات حتى ترسخ في ذهنك جيد نقرأها الجملة المرة الأخيرة for folks in this room the work we do is challenging it's engaging it's stimulating it's stimulating it's meaningful جيد نروح لبعدها and if we are lucky and if we are lucky وإذا كنا محظوظين it may even be important it may even be important فقد يكون ذلك مهما يعني العمل نقرأ هنا وأنت and if we are lucky وإذا كنا محظوظين it may even be important فقد يكون ذلك مهما اللي هو العمل هنروح للجملة البعث so we wouldn't work if we didn't get paid لذلك لن نعمل إذا لم نتقاض رواتبنا جيد so we would not work لن نعمل if إذا we didn't get paid we didn't get paid إذا لم نحصل على الدفع أو على رواتبنا paid paid if we didn't get paid إذا لم نحصل على رواتبنا but لكن that's not why هذا ليس السبب we do what we do لكن هذا ليس سبب سبب قيامنا بما نفعله but that is not why we do what we do ولكن هذا ليس سبب قيامنا بما نفعله خلنا نقرأ الجملة أنا وأنت الآن جيد so we wouldn't work if we didn't get paid but that is not why we do what we do ممتاز نروح لصفحة الأخيرة وعدنا بعد جملتين فقط ونخلص وتكون فهمت جميع العبارات اللي مرت علينا وراح تشوف هذا بنفسك بعد مشاهدتك المقطع مرة أخرى and in general and in general وبشكل عام مرت علينا in general قبل قليل and in general بشكل عام I think أنا أعتقد we think that material rewards المكافآت المادية material rewards مكافآت مادية or a pretty bad reason pretty bad reason سبب سيء جدا reason سبب bad سيء pretty جدا a pretty bad reason مكافآت سببا سيئا for doing لعمل the work that we do لعمل العمل الذي نقوم به خل نقرأ الجملة and in general I think we think that material rewards are a pretty bad reason for doing the work that we do نقرأها مرة أخيرة and in general I think we think that material rewards are a pretty bad reason for doing the work that we do ممتاز جملة الأخيرة ركز معي حتى نحفظها بشكل صحيح ونتعلم اللفظ الصحيح للكلمات اللي بيها جيد when we say of somebody عندما نقول عن شخص ما that he is أنه أنه هو in it for the money in it for the money in it in it for the money يعمل من أجل المال in it for the money يعمل من أجل المال جيد we are not just being descriptive فإننا لا نقوم فقط بالوصف when we say of somebody that he is in it for the money عندما نقول عن شخص أنه يعمل من أجل المال we are not just being descriptive فإننا لا نقوم فقط بالوصف دعنا نقرأها مرة أخيرة ونروح نشوف الفيديو من جديد when we say of somebody that he is in it for the money we are not just being descriptive ممتاز أما الآن دعونا نشوف المقطع ونشوف حققنا الهدف لولا فهمنا لولا ركز جيدا معي ولن نشاهد أنا وأنت هذه الحلقة وهالمقطع الصغير الآن يالأنت الآن الآن I know we have to make a living but nobody in this room thinks that's the answer to the question why do we work for folks in this room the work we do is challenging it's engaging it's stimulating it's meaningful and if we're lucky it might even be important so we wouldn't work if we didn't get paid but that's not why we do what we do and in general I think that material rewards are a pretty bad reason for doing the work that we do when we say of somebody that he's in it for the money we are not just being descriptive and to go to see the video not to watch without any of by the time but it's important that you will to the it to 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 do with to follow the the way to put and to let the and to to the to وتكون مرتاحة بوقتها وتركز وتكرر وتطبق جميع الكلمات وتكتب طبعا أهم الكلمات في كراسك في استخدام القلم والكراس لأن هذا الشيء مهم جدا للحفظ خلينا نستمع الحكويتر today I'm going to talk about work and the question I want to ask and answer is this why do we work? why do we drag ourselves out of bed every morning instead of living our lives just filled with bouncing from one Ted-like adventure to another تشعر بناسبق أنفسها نفسي ولكن يعتمد نفسي ليس نفسي على الأسعار على نفسي نفس التالي الأنميون الم業ناور نفسي نفسي الهيارات نفسي 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 إنه مقارنة وظهرًا أميقنا على المكتوب نفسي إذا لا يمتلك لكن هذا ليس لكي نفسي ومغفظهم و اعتقد ان نعتقد أن الحالة الأاخ gotta be really bad reason for the work that we do عندما تقول أحده يستخدمه و there are no bits of the money ممتاز ممتاز الآن أتممنا الاستماع مرة ثالثة لهذا الفيديو أتمنى تكون حفاظت أكبر كمية من المعلومات لكن لا تذهب قبل إجراء الإختبار فالإختبار مهم جدا عندنا ثلاث أسئلة ثلاث عبارات أمامك هنا اكتب معاني هذه العبارات بالتعليق أسفل هذا الفيديو حتى تختبر نفسك أنه أنت حققت الهدف اللي بدأنا من أجلنا وأنت في بداية الحلقة اللي هو حفظ مئة بالمئة من المعلومات في الكلمات اللي مرت علينا لهذا السبب اقرأ هذه الثلاث أسئلة ثلاث جمل عندنا هنا اكتب معانيها في التعليق حتى تستفاد منها أنت ويستفاد منها الآخرون أيضا في ترجمة هذه المعاني شكرا لك على المتابعة وأهنك على أنك أكملت هذه الحلقة الأخير هذا دليل على أنك مثابر شكرا لك على المتابعة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركت هذه الحلقة لجميع أكبر عدد من الناس حتى تصل الفائدة للجميع شكرا لك على المتابعة وإلى اللقاء قريبا ألقاكم إلى اللقاء